يقول أدوية الفصام تخدير فقط المريض أما نائم أو جالس دايخ لا يركز في الواقع الذي حوله هل هذا هو علاج الطب الحديث؟ مثل ما قلنا أخوتي وأخواتي تجينا كثير من هذه التعليقات التي تقول لك الأدوية النفسية ما تعمل ولا تنفع والله يا أخوتي وأخواتي أنت تتكلم عن يمكن تجربة شخصية الدواء النفسي إذا أعطيه بالجرعة الغلط أو للتشخيص الغلط أو الدواء الغلط للمريض الغلط طبعا طبعا رح تكون مضارة أكثر من نفعة لكن إذا تم إعطاءه للمريض الصح بالجرعة الصحيحة والدواء الصحيح صدقني هذه الأدوية تغير حياة الناس إلى الأحسن وتخليهم يستمرون بحياتهم بصورة طبيعية ويأسسون عوائل ويصير أدهم أطفال وينجحهم بدراستهم وعملهم فأنت لا تغير تي أس ولا تخلي الناس تي أس من العلاج النفسي لأنه ينفع لكن تحتاج العلاج الصح ترجمة نانسي قنقر